أهلا بحضراتكم من جديد طيب الفترة الحالية كلوكوا عرفين طبعا فتح التوقف دولي نتيجة مشاركة منتخبنا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم يارب وفق منتخبنا في هذه التصفيات بقلق جدا لما بيكون مستوى التصفيات سهل لازم يطلع لنا كده يعني مقلب في النص يعني أنا فاكر في مرة كنا من لعب تونس وليبيريا كلام ده كان في التصفيات كاس العالم 98 اللي كانت مؤهلة لفرنسا لعبنا مع تونس مباراة كبيرة ومباراة كويسة ولكن الضربة اللي جدتنا كانت من لليبيريا برضو في فترة من الفترات كانت معنا المغرب والسنغال والجزائر ثلاث قوى عظمى في القرى الإفريقية عملنا معهم مباراة كبيرة وكسبنا ولكن كانت اللقطة اللي أسرت على ترتيب منتخبنا كانت مباراة نبيبيا لما تعدلنا معهم في نبيبيا وكنا متأخرين كمان بهدف مقابل لشيء لولا هدف التعادل لإبراهيم سعيد فانا متابعة التصفيات من 94 يعني من 94 بتجد تشوف تصفيات منتخبنا الوطني فكان كل مرة لازم يواجهنا حد كده يعمل معنا لقطة يبعدنا عن التأهل للمونديال المرة دي يا رب ان شاء الله ما يكونش فيه مشكلة لا مع سيرليون ولا إثيوبيا ولا بروكينا ولا جيبوتي اللي هتبدأ ان شاء الله مبارتها مع منتخبنا بقرة ولكن في الفترة حاليا فترة توقف دولي فالأهل بالتأكيد فيه برنامج أعدوا مرس الكولر استعدادا لأولى مباريات إفريقيا أمام دياما الغاني المباراة ان شاء الله هتتلعب يوم 25 نوفمبر يوم السبت اللي جاي اللي بعده الساعة 9 مساء على استاد السلام ولكن قبل ما خلص موضوع الملعب والقصة دي كولر حدد برنامج الفترة اللي جاي أولا الجهاز الفني السويسر بقيارة مرس الكولر خده أجازة بعد مباراة الجونة والأجازة هتنتهي يوم السبت اللي جاي يرجع كولر يوم السبت الفريق هيستانف تدريباته يوم الحد هيتمرن حد واثنين وثلاث وياخد أجازة يوم الأربع وبعكد هيعمل تدريب الخميس وتدريب رئيس يوم الجمعة ويدخل معسكر مغلق استعدادا لمباراة ميدياما الغاني في الجولة الأولى لمباراة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا المباراة دي هيقودها ويديرها تحكميا الحكم المالي بوبوتراوري هو اللي هيدير هذه المباراة تحكميا وللأسف ما فيش تقنية فيديو وفي مباراة تدور المجموعات طيب في الفترة دي يعني الاسبوع اللي جاي نقدر نقول هو الاسبوع الحاسم في التدريبات والاستعدادات لمباراة ميدياما طيب الاسبوع الحالي كانت فترة أجازة البعض ممكن يقولك اسبوع كتير في برنامج وفيه اتصال من كولر مع اللاعبين في جروب واتساب أكيد بيتابع من خلاله البرنامج الخاص اللاعبة اللي بتنفزه فيه لعيب على فكرة مخدتش راحة فيه لعيبة بتنزل لنادي فيه لعيبة بتعمل تدريبات فردية فيه لعيبة بتعمل تدريبات في الجيم فإن شاء الله بإذن الله مع استيناف التدريبات إن شاء الله يوم الحد اللي جاي هيكون الفريق في أهبة الاستعداد للبطولة الإفريقية دور الأبطال خلاص بأنسينا مشوار الدور الإفريقي وهي البطولة المعتمدة الرسمية المؤهلة لكاس العالم للأندية فإن شاء الله بإذن الله جهاز الفني هي يستفيد من أخطاءه السابقة عشان يتغاضى عندها في دور الأبطال المصابقة السنة دي مش مرحلة كلها لبعد كاس الأمم بتتكلم ما يقرب من أربع مباريات قبل كاس الأمم فتأهلك للدور التالي دور الربع النهائي هي تحدد في شهر 12 بتتكلم من ثلاث إلى أربع مباريات والمباريات الرابعة حسب مشوار الآلي في كاس العالم للأندية فإنت بتتكلم على ما يقرب من 60% ل70% من مباريات المجموعات هتحسن مبكراً وتعرف مشوارك إنت مكمل ولا لقدر الله عيبقى فيه تعصر قبل الجولة الخمسة والستسة اللي هتتلعب في نهاية فبراير بعد كاس أمم إفريقيا فأنتمنى التوفيق رب للنادي الآلي في المرحلة اللي جاية